بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الإنسان يعلم أن حياته كبشر على الأرض لها نهاية ويعلم أن هذه النهاية التي يراها في الحياة الدنيا هي بداية لحياة جديدة خالدة أبدية ويعلم أنه كمؤمن اجتهد ما استطاع في الحياة الدنيا أنه مآله إلى الله سبحانه وتعالى وأنه سيجد الجزاء الأوفى فالمؤمن الذي يعني يرجو الله سبحانه وتعالى واليوم يعلم أنه سيأخذ صحيفته بيمينه ويقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية هذا الإنسان الذي ينتظر الحياة الآخرة كأنها فرحة جديدة وكأنه مسار جديد لأنه في الحياة الدنيا كان مؤمنا ومجتهدا بقدر استطاعته ويعلم أن مغفرة الله واسعة وأنه داخل في رحمة الله عز وجل وأنه حسن الظن بالله عز وجل المصطفى عليه الصلاة والسلام مثل كل البشر فكما أن البشر يموتون فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يموت ورسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه قد يعني في لحظة ما أنه قد أتم البلاغ للرسالة فكيف يودع هذا المجتمع وكيف يتصرف في مثل هذه اللحظة هنا تأتي الوصايا الكبرى التي جاءت في خطبة الوداع فلم يغادر المصطفى عليه الصلاة والسلام مسرح الحياة الدنيا إلا وقد قدم نصائحه للأمة كما أن الأب عندما يريد أن يغادر الحياة وإن تقدم نصائحه لأبنائها فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم نصائحه لأمته كيف تستقيم على مراد الله وما هي الأخطار التي ستواجهها وكيف ستواجه هي هذه الأخطار ترك لنا رسالة بليغة في حجة الوداع فقراءة حجة الوداع هي عبارة عن إن صح التعبير قدوة لنا ونحن نقدم خبراتنا لأبنائنا وما نراه أنه أفضل لهم نتيجة هذه الخبرة الطويلة في الحياة فالمصطفى عليه الصلاة والسلام ليس نموذجا فقط في مسارات الحياة إنما حتى في لحظة الوفاء كيف يمكن للإنسان أن يقدم خبرته لأبنائه ينصحهم وإذا كان على مستوى المسؤولين يقدم خبرته لمجتمعه ولأمته فالإنسان مفارق للحياة وإرهاصات الكبر وإرهاصات المرض تدله على الحاجة الكبرى ليقدم هذه الخبرة ولا يترك الأمة بدون توجيه فالمصطفى عليه الصلاة والسلام لم يغادر هذه الأمة إلا وقد قدم لها النصح وقدم لها المشورة وبين لها من الذي ستعترضه من مشاكل وكيف لها أن تواجه هذه المشاكل وبعد ذلك أصبحت المسؤولية على الأمة إما أن تحمل هذا العذق وتقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وتهتدي بقوله وإما أن لا تفعل ذلك وتعاني ما تعانيه من خسائر ومن نكبات والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام ولكم في رسول الله أسوة حسنة وهذه القضية الأخيرة التي نتحدث عنها في هذا اللقاء هي ختام برامجنا إن شاء الله عز وجل ولا لنلقاء قادم إن شاء الله عز وجل في سنوات قادمة حول معاني من هذه المعاني التي تفض بها سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكتاب الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته